وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي رانيا المرشاط وجه الرئيس السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات خاصة ما تعلق بتفعيل منصة التعاون التنصيقي المشترك لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقارية وجهود الحكومة في هذا الصدد وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك موجها سيادته في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لعام 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارية وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف اتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل كما وجه السيد الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار ترخيص البناء إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة وكذلك إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات كما وجه السيد الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلاة مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملون بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار استراتيجية الدولة الهادف لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنصيقي المشترك لدعم المشروع القومية لتطوير قرى الريف المصرية من جانبها استعرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحجد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة خاصة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق والزراعة والري والموارد المائية والتنمية المحلية وغيرها كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع في مشروع دعم المجتمعات والمرء الريفية والتي تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع في تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة فضلا عن تحديد أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها ومصادر التمويل المطلوبة والجهات المسؤولة عن التنفيذ وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خاصة في ظل المبادرات الأخيرة التي قامت بها مصر مع المنتدى في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة وفيما يتعلق بالصعيد الثنائي تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وكذلك متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للسيد الرئيس إلى باريس خاصة ما يتعلق بالتعاون المستقبلي في قطاعات النقل والطيران المدني والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة